استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد قد يؤدي إلى فقدان 95% من الانتاج النفطي تصريح صحفي أدل به رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في جدة قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنتجي النفط من أوبيك وخارجها في إشارة تحذيرية ربطها بالهجوم المسلح الذي وقع السبت بالقرب من حقل زل النفطي تحذير صنع الله يأتي في وقت أعلنت فيه المؤسسة الوطنية للنفط زيادة إراداتها في شهر إبريل من ببيعات النفط الخام ومشتقاته إضافة إلى الضرائب والإتوات المحصلة من عقود الامتياز واتبلغت ملياراً وثمانمائة وسبعين مليون دولار على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج أي بزيادة تقدر بـ 340 مليون دولار بنسبة 22% مقارنة بإرادات شهر مارس ويعتبر هذا الارتفاع في عائدات الخام هو الثاني على التوالي منذ استئناف الامتاج من حقل الشرار النفطي بداية مارس الماضي حيث كانت قد سجلت الإرادات أكثر من مليار وخمسمائة مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 20% مقارنة بفبراير الذي سجل فيه الإراد النفطي خفاضاً إلى مليار ومئتين وستين مليون دولار بسبب إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة وتعليقاً على هذه الأرقام قال رئيس الوطنية للنفط إنه رغم زيادة الإرادات فإن تصاعد الصراع داخل البلاد سوف يؤدي إلى عرقلة عمليات الانتاج بصفة مباشرة أو من خلال التسبب في حدوث فراغ أمني يفسح المجال أمام المتطرفين حسب قوله مضيفاً أن الهجوم الإرهابي على زل خير دليل على ذلك إلى جانب الفراغ الأمني الذي قد ينتج عن التركيز العسكري في طرابلس وضواحيها فإن محللين دوليين يحذرون أيضاً من أن الترتيبات المتفق عليها دولياً والتي ضمنت تدفق النفط على الرغم من الانقسام والحرب تبدو مهددة ونقلت صحيفة فينانشل تايمز الأحد أن انهيار هذه الترتيبات سيؤدي إلى مزيد من الفوضى السياسية والاقتصادية وقد يعطل إمدادات النفط الليبي للأسواق العالمية مؤشرات وفق خبراء قد تكبح جماح المنحنة التصعدي لإنتاج البلاد النفطي ومحصلاته التي تمثل أكثر من 94% من الإرادات العامة المغذية لميزانية الدولة الأمر الذي يزيد من ضرورة إيجاد حل ينهي معاناة البلاد المستمرة منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر